السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة رواع الوصفات اهلا وسهلا فيكم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اليوم ان شاء الله راح نعمل كيكة كتير طيبة وزي ما تعودتوا علي بمكونات سهلة وبسيطة خلينا نبلش بمقادير وطريقة التحضير من بقايا الكيك اللي موجود عندي في البيت بدي اعمل الطبقة الاولى طبعا زادت قطعتين ثلاثة من الكيك حرام ان انا نكبها خليتها بكيس نايلون بالتلاجة عبل ما اني بدي اسوي فيها اشي تاني زي ما انتو شايفين حطيتها بالقالب وعجنتها وحطيتها بالقالب وكتير رصيتها عشان ما تفتت معي وحطيت عليها حليب وسكر حركتهم مضبوط وحطيتهم زي ما انتو شايفين ننبلش بالطبقة التانية حطيت كوبين من الحليب عليهم اربع معالج سكر مع اربع معالج من النشا حركتهم مضبوط مع معلقة صغيرة من الفانيلا وبدي اضلني احركهم لحديث ما يجمدوا معاي بضلني احرك اول شي طبعا بحركهم على البارد بعدين بحطهم على النار اه ضلتني احرك فيهم لحديث ما اه جمدت معي الخليط بهاي المرحلة بدي احط لي معلقة زبدة اذا بتحب تحط قشطة برضو ما في مشكلة بتحطيها زبدة يا قشطة يعني مش التنين عشان ما تطلع دسمة كتير اه حركتهم مضبوط وطفيت عنهم النار وحطيتهم بالقالب فوق طبقة الكيك اه بدي اساوي السطح مضبوط اه بدقوا شوي هيك بالمجلة اه بالرخامة عبر ما يتساوي السطح اه وبتركها تبرد برا بس بغطي الوجه بمشمع وهيك بعد ما بردت وجمدت بنا نعمل الطبقة الثالثة اول شي حطيت موز قطعت موز بدي احطه قبل ما احط الجلي اه على سطح الخليط طبعا اي نوع فواكه بتحطيها ممكن تحطي فراولم اي نوع عندك موجود او ممكن ما تحطي اي اشي اه مقدار الجلي اللي هو كاسة مي بتغلي مع كاسة مي بردة بس انا عشان تطلع جامد الوجه حطيت تقريبا تلت ارباع كاسة مي بتغلي عالغاز وحطيت الجلي عليها وحركته لحديث مداب بعدين حطيت مسكوب من المي الباردة عليه وحركته مضبوط درته على الخليط زي ما انتو شايفين اه وبدي اسيبه بالتلاجة لحديث ما يجمد معاي وفرجيكم اياه وهيك بعد ما جمدت تقريبا قعدت اربع ساعات بالتلاجة اذا بتعمليها قبل بيوم كمان بكون افضل وهيك صارت عنا جاهزة ان شاء الله بتجربوه وبتعجبكم اذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والشير والاشتراك بالقناة ويعطيكم الف عافية